شارك سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة في فعاليات منتدى مسك العالمي والذي يجمع القادة والمبدعين والمفكرين الشباب مع المبتكرين العالميين لاستكشافه وتجربة طرق حديثة لقيادة التغيير وصنع الأثر ويأتي المؤتمر في نسخته الجديدة بجلسات حوارية تعمل على المشاركة بالخبرات العالمية تحت عنوان جيل التغيير حيث تعتبر الفعالية الأضخم كونها تواكب ذكر احتفالية مرور عشر سنوات على تأسيس المؤسسة وبدأ الوفد مشاركته بجولة في المركز والتعرف على تفاصيل تنظيم المنتدى العالمي والتعرف على المتحدثين الرئيسيين كما حضر الوفد ندوى بعنوان الجيل الذي يعيد صياغة العالم والذي يتداول وهمية الحوار بين الأجيال وما له من قيمة بارزة في خلق الفرص والتغيير لسعي الدول من خلال حواراتها الهادفة والمؤثرة مع الشباب لدعم الأفكار والتغيير إيجابيا ترجمة نانسي قنقر